كفريسة بلا حام تبدو المهرة اليوم باتت الضباع تتناوش في الحصول على الحصة الأكبر من هذه المحافظة المسالمة وهي الحصول على بوابة لبحر العرب فيما اكتفت الشرعية بالفرجة فقد أشار تقرير صادر عن مركز صنعاء إلى وجود أمريكي عسكري على سواحل المهرة وتحديدا مطار الغيضة بقوات تتراوح بين مئة ومئتين من جنود المارينز تعمل على دعم قوات التحالف لوجستيا من خلال التدريب والتأهيل لقوات عسكرية سعودية في المطار الذي بات مقرا للعمليات السعودية مراقبون لم يخفوا قلقهم من وجود هذه القوات في المهرة التي باتت قبلة للسراع والاهتمام مع تنام التهديد الإيراني لدول الخليج تأكيدات على أن الوجود الأمريكي يعد انحرافا عن خط البنتاجون الرسمي الذي قصر حضوره العسكرية في اليمن على عمليات الحرب ضد الإرهاب رغم تغاضي شرعية عن الانتهاكات التي تطال المهرة أرضا وإنسانا وسيادة فإن التحذيرات من المخاطر الكبيرة جراء هذه النزاعات على جزء من دولة مستقلة ذات سيادة يؤثر على التماسك الاجتماعي وهوية المهرة بل وعلى شرعية الرئيس هادي وحكومته كانت البداية من دولة الإمارات التي استهوتها السيطرة على شريط الساحلي لليمن وجزره ذات الأهمية الاستراتيجية غير أن هذا الأمر لم يدم طويلا إذ سرعان ما دفعت السعودية بقواتها وأسلحة ثقيلة نحو المهرة وباتت هذه المحافظة ميدانا لسباق مفتوح لأطمع الأخوة الأعداء سرعان ما سلمت أبو ظبيا مواقع أهل القوات السعودية التي رأت في مطامع الإمارات أمرا يتياوز مصالح الرياض وبات واضحا أن للسعودية مآربها الخاصة المتمثلة في إيجاد منفذ بحري مفتوح للمملكة على بحر العرب لهذا كان التصعيد السعودي عنفا إذ سارعت إلى إنشاء واستحداث المعسكرات وعطلت ثلاثة موانئ رئيسية بالمحافظة وأوقفت العمل في مطار المحافظة الوحيد لكن هذا الوجود السعودي اصطدم بجدار صلب من الرفض الشعبي لا يزال يتصاعد تاركا مصير هذه المحافظة مفتوحا على كل الحسابات إلا من حساب شرعية الغائب كما يبدو ترجمة نانسي قنقر